تمير عمليات الإغاثة لأهالينا المنكوبين من زلزال من أبناء محافظة الحسك عبر مبادرات أهلية وشعبية وأيضا مبادرات من الجمعيات الخيرية كما يظهر هنا يتم التحضير لمجموعة من الآليات التي تحمل ألبسة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية مختلفة عبر فريق مختلف من الجمعيات الخيرية والأهلية في هذه المحافظة إذن كما نرصد في الكاميرا هذه مجموعة من السيارات التي سيتم نقلها إلى قافلة ستنطلق من مدينة القامش باتجاه المحافظات المنكوبة لمؤازرة باسم أبناء محافظة الحسك إلى أهلنا المنكوبين في المناطق أو المحافظة التي تعرضت لكارثة زلزال نتحدث اليوم عن مبادرتكم اليوم ورسالتها المبادرة من أبناء أولا الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل لجرحانا الذين تعرضوا لهذا الزلزال نوجه رسالة لأخوتنا المضررين نقول أن مصابكم مصابنا وجراحكم جراحنا ونحن الآن محافظة الحسكة جمعيات فعاليات كل الفعاليات تتماسك وتتعاضد باتجاه الفزعة باتجاه أخوتنا المضررين في المدن البنكوبة ونحن كجمعية البيئة والحسان في رأس العين عندنا عين من السيرومات والمخدر والكحول إن شاء الله ستتوجه باتجاه المدن المتضررة أيضا لكم كانت هناك مبادرة تحكينا عن هذه مبادرة أستاذ وماذا تضمن الرسالة أيضا هذه المبادرة نتيجة المصاب العليم نتيجة الزلزال المدمر الذي أصاب قطرنا الحبيب دائما نحن واجبنا الوطني والإنساني يحتم علينا الوقوف مع الأخوة المواطنين في المحافظات الثلاث التي أصابها الزلزال مؤسسة سوريا اليمامة قامت بتقديم المواد الإسعافية والطبية وبعض التجهيزات الطبية بالإضافة إلى البسط الأطفال العمل مستمر وسيتبذل كل الجهود بكل طاقاتها وأمكانياتها للوقوف إلى جانب الأخوة نحن مجموعة من المبادرات الشبابية تفضل تحكينا عن المبادرة كنتم مبادرة شباب الحسكة الوطني أطلقتوا عليها رسالة هذه المبادرة وماذا تضمن؟ نحن مجموعة من شباب وصبايا الجزراوي على الحسكة قمنا بمبادرة أهلية وهذه المبادرة عبارة عن جمع الألبس والمستلزمات الشتوية للمناطق المتضررة من الزلزال وهذا واجب على كل شخص شريف غيور على بلده وأبناء بلده ولازم نكون نحن إيد وحد لحتى نجاوز هذه المحنة الله يرحم الشهداء والشفاء العاجل للجرحة والله يحمي الجميع كما رأينا هي مجموعة من المبادرات من أهالي محافظة الحسكة ستسبعها أيضا مبادرات كثيرة بالإضافة إلى هناك مساعدات مالية قاربت من المليار ليرة سورية قدمها أبناء الحسكة لأهالي المناطق المنقوبة سنكون معكم أيضا بكل جديد فيما يتعلق بإغاثة أهلنا المنقوبين جراء حادثة الزلزال كان معكم أيهم مرعي ومن خلف الكاميرا طلال الحمدوش